نعم حسين هناك شلل في القطارات المؤدية من وإلى العاصمة لندن مع باقي تراب المملكة المتحدة سواء في تجاه ويلز أو شمال إنجلترا وكذلك في تجاه الجنوب والشرق الإنجليزي هذه القطارات التي يطالب موظفوها نتحدث عن أربعين ألف عامل وعن أكثر من واحد وعشرين ألف من سائقي القطارات يطالبون برفع أجورهم إلى أكثر من عشر في المئة عبر ما تطالب به نقاباتهم بسبب التضخم الذي يبلغ أو وصل إلى عشر فاصل خمسة في المئة بحسب الأرقام الرسمية فيما يرى مراقبون اقتصاديون أن حجم التضخم هو أكثر من ذلك أمام هذا الوضع حسين يعاني المواطنون خاصة المسافرين الذين يريدون الانتقال سواء من لندن في تجاه المناطق خارج لندن أو القادمون كذلك يعانون من هذا الشلل لاحظنا العديد من المواطنين قد لديهم تذكرة التنقل جاءوا هنا إلى محطة يوستن للقطارات هي إحدى أكبر المحطات هنا في العاصمة لندن ولم يجدوا أي بدائل أو حلول وعاذوا إلى حجز فنادق على أمل أن يسافروا في اليوم الموالي أمام هذا الأمر تضغط النقابات ومعها حزب العمال المعارض على الحكومة البريطانية من أجل الاستجابة ورفع الأجور الحكومة ترى أن هذا الأمر إذا ما قامت برفع الأجور إلى ما تطالب به النقابات العمالية فإن ذلك سيؤدي إلى تأزم الاقتصاد الذي يعاني من حالة ركود وحالة انكماش أصلا وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع التدخم محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي يوم أمس قال أن بعدما أعلن بنك إنجلترا عن رفع نسبة الفائدة بـ 0.5% لتصل إلى 4% قال أن التدخم بدأ في منحنة الانخفاض وهذا مؤشر بحسب أندرو بايلي جد إيجابي وبالتالي يرى أنه مع نصف هذا العام سينخفض التدخم إلى النصف لكن هذا الأمر سيتحقق فقط إذا ضل الوضع على ما هو عليه أما إذا ما ضغطت النقابات العمالية برفع الأجور فهذا يعني تلقائيا كذلك أن التدخم سيرتفع وبين هذا وذاك تقف الحكومة البريطانية حسين بين أمرين أحلاهم ما مروا الاستجابة للنقابات والاستمرار مع التدخم أو رفض ذلك وهذا يعني أنه يمكن أن تؤثر النقابات على الحكومة البريطانية والذهاب إلى انتخابات مبكرة طيب محمد هذا الإدراب هل هو محدد بوقت معين أم هو إدراب مفتوح هو إدراب محدد بمعنى ومفتوح محدد لأن النقابات لا يمكن لها الاستمرار مثلا لأيام مستمرة لكنها تقوم بشكل متقطع على الزاوية الأخرى وعلى النقيضة الآخر تسابق الحكومة الزمن من أجل تمرير قانون يسمى قانون الإدرابات في مراحل الأخيرة وافق عليه البرلمان وينتظر الغرفة الثانية وينتظر فقط المراحل الأخيرة النهائية لهذا القانون هذا القانون سيلزم النقابات إذا ما قامت بأي إدراب أن توفر الحد الأدنى للخدمات وهذا سيجعل أن النقابات التي تحاول أن تضغط بالمواطنين على الحكومة وتضغط بالخدمات على الحكومة في إدرابها قد يخفف من عبء الضغط على الحكومة وأظن هذا ما تحاول الحكومة الاستفادة منه بمعنى أن يظل الواقع على ما هو عليه وتحاول أن تضغط بخفض التدخم أقل وتضغط بالقانون قانون الإدراب وبالتالي يصبح الإدراب غير مؤثر بشكل أكبر لكن وإن كان كذلك النقابات والموظفين العمال سيبحثون عن صيغة قانونية للتحايل كذلك على قانون الإدراب وبالتالي يصبح الإدراب مؤثر مثلاً بالشواهد الطبية التغيب أمور كثيرة وأنا ذاك ستصبح الحكومة أمام أمر واقع هناك محاولة من الحكومة عديد المرات حاولت في مفاوضاتها مع النقابات أن تعطي إشارة أنه علينا أن نضحي جميعاً وأن نتحد من أجل خفض التدخم لكن بالنظر إلى الأجرة هنا للموظف وللعامل حسين البريطاني أصبحت بسبب ارتفاع المعيشة وارتفاع تكلفة المعيشة أصبحت معاناة حقيقية حسين شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات الزميل محمد الفنيش مراسل الغد كنت معنا من لندن